سلاح طيران الحربي قام بعمل غارات جوية استهدفت هؤلاء سواء في ولاية سنار عن طريق استهداف القادة عن طريق استهداف هؤلاء الذين يحركون هذه العصابة الإجرامية في سنار أو هذه التي استهدفت أيضا هؤلاء القادة في ولاية دارفور بالفاشر بالتحديد في ظل محاولات كبيرة من قبل حميتي من أجل السيطرة على كامل ولاية دارفور لكن الجيش السوداني يتصدى ببسالة وبشجاعة لهؤلاء الإرهابيين في الخرطوم وفي غيرها من الولايات لكن من يتصدر المشهد الآن هو خبر الجيش السوداني بأنه تمكن من القضاء على واحد من القادة الميدانيين البارزين داخل الميليشيا الإرهابية الإجرامية الدعم السريع وهو عبد الرحمن البيشي سلاح طيران الحربي استهدفه هكذا تم القضاء على هذا المتمرد مع الأسف الشديد نحن نتحدث عن معاناة كبيرة للنازحين وعن معاناة كبيرة للمتضررين من هذه الحرب الذين ذهبوا لمخيمات النزوح لكن الوضع الأصعب لهؤلاء الذين يتواجدون في دارفور في ظل عمل تطهير عرقي من قبل الميليشيا الإرهابية الإجرامية بحق القبائل التي تعلن دعمها للجيش وكان من الواضح بأن الجيش السوداني يحاول الحفاظ على حياة الشعب ضد هؤلاء المجرمين المتمردين ودل على ذلك انضمام كثير من الحركات المسلحة التي كانت مناوئة للجيش في أوقات ماضية للجيش في هذه الحرب بعد أن رأوا مدى البشاعة والحقارة التي تتواجد لدى هؤلاء الإرهابيين المجرمين اشتركوا في القناة